أنا قابلت في مدرسة ثانوية معلم معلم ومعلم تخصص تربية إسلامية وأنا أعمل في الإشراف التربوي قال يا شيخ أنا معلم تربية إسلامية أولدي في ثاني ثانوي الشهر الماضي ما سكني عقب ما طلعنا قال يا أبوي لا تزعل علي بسألك سؤال قلت تفضل وأنا أبوك قال أنا ما اقتنعت أن الله موجود سأل الله العافية يقول كت أن أصاب بجلطة بكيت وبكيت وأنا أبوك ليه قال أنا يا أبوي أنا تراني لي أصدقاء مثقفين عبر العالم اللي في الدولة الفلانية ومجتمعين نحن في قروب وقعدين نندردش والله كلامهم مقنع يا أبوي مقنع جدا أعوذ بالله مقنع عن الله غير موجود قال عندهم أدلة عندهم أدلة ولذلك غيبنا عن أبنائنا فانحرفوا موسيقى